يتفضل سموه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فيشمل برعايته وحضوره حفل تصدير أول شحنة نفط خفيف إشراق جديدة وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم في منطقة الأحمد أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالة الثقة المطلقة في حكمة قادة دول مجلس التعاون لطي صفحة الخلاف الخليجي العابر مهما طال والانطلاق إلى أفاق مشتركة لمستقبلها لكن لا يستطيع تأكيدا عقاد القمة الخليجية في الرياض كما هو مقرر لها متطلعا إلى أن تلتأم في موعدها للمحافظة على دوريتها وتفعيل آلية اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول التعاون وفي رده على سؤال حول إساءة تعرض لها شخصيا في أحد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي قال الجارالة هناك خففيش وجبناء يقفون وراء حسابات وهمية يثيرون الفتن وصفهم الباري عز وجل وحذر منهم سمو الأمير في نطقه السامي حيث دعا سموه إلى إصدار التشريعات اللازمة لضمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لما يضمن كرامة المجتمع ووحدته وينأى عن الفتن والمساس بكرامة الناس أكد وزير الأعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أن المنطقة الثاني للصحفيات الخليجيات يعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الأعلمي التي تربط الكويت مع دؤل مجلس التعاون الخليجي وقال الجبري خلال تدشين المنطقة الثاني للصحفيات الخليجيات أمس إنما يمر به المحيط الإقليمي من تطورات متسارعة تتطلب منك أعلميين ومثقفين كل في مجال تخصصه العمل على ترسيخ الثوابط الوطنية بما يعزز النسيج الخليجي والعربي ويزيد اللحمة تماسكا لمجابهة جميع الأفكار السلبية التي تحدق بأوطاننا داعيا إلى مواجهة طوفان الأخبار غير الموثوقة قال وزير المالية الدكتور نايف فلاحا بارك الحجرف إن الكويت تؤمن بأن الضمان الاجتماعي هو مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل ولهذا تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التطوير المستمر لأنظمتها وإجراءاتها وأليات عملها وتحسين وتسريع خدماتها للجمهور مسترشدين بتجارب من سبقنا من مؤسسات عريقة في هذا المجال في سياق متصل أكد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميدي في لقاء خاص مع السياسة أنه بالفترة الأخيرة باتت أنظمة الضمان تواجه مشاكل بسبب انخفاض عائد الاستثمار التي لم تعد كما كانت قبل 15 عاماً وأسعار الفائد انخفضت وترتب عليها انخفاض العوائد كما أن هذه الأنظمة مبنية على افتراضات لتحقيق عوائد معينة مشيراً إلى أنه ليس مع تخفيض سن التقاعد لأنه سيتسبب في العديد من الإشكاليات المستقبلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة